السلام عليكم كل سلام طيبين النهر دا نشوف افكار حلو جدا لعمل مقال من المدرسة نستخدم في اول فكرة علبة تشامبو وهبتدي ان انا اقص الجزء اللي من فوق بافصل كده المقاس اللي انا عايزيه وهستخدم كمان سوستة او زحاب سنستخدم الجزء اللي هو من فوق ده بنثبط علي السوستة طبعا هنبعد تماما عن قفلة وفتحة السوستة نخلي بالنا Skar س Lummi بعد كده ناسبت النهر الدخل الى الجزء الباقي من علبة التشامبو وهبتدي احط كميه شامعي في علبة نفسها وبعد كده بنثبت فوقها السوستة نخلي بالناressed جدا وبدو الجزء اللي بدأنا منه من علبة التشامبو يبدأ من الجزء الثاني مسلا من الجمب عذارك هنبتدي من الغنج كلها من نفس المكان. ثم استخدام جزء صغير من الفوم وستثبته عند بداية السوستة من جوه وعند نهاية السوستة من الضهر. فتعة فوم كده كويسة وبعد كده هنثبتها. وبعد كده هستخدم الفوم البنك. طبعا التزيين هيرجع لك انت. المهم ان احنا نعمل شكل كده مختلف للاولاد عشان ينفحوا بي. استخدمت هنا ورقة فوم والورقة دي كمان ناقصها جزء يعني. بس نداوي كل ده. لذلك ستبلي الان ان ستبحان يصبت الهر على السوستة نفسها. لابد ان نبعد عن فتحة السوستة نفسها. هستخدم الشامعة هنا وهذهب تبطي ان اثبت الفوم كويسا جدا على علبة شامب. لحتى ما بنغلف علبة شامب كويسا جدا من كل الجوانب. ومن بعد كده لو في أي زيادات في الفوم ستبطي ان اقصها. وهبطي النظر ان استخدم جزء تاني من الفوم. هنغلف العلبة من تحت. هسخة كمية شمعة على الطاف. وبعد كده هنثبت الجزء ده فوق الفوم هنستنى عليه شوية لحد بس ما نتأكد ان الشمع نشف كويس ومزك في الفوم طبعا النتيجة بتبقى حلوة جدا ما تقليش خالص مش هيفوك معاك هنستخدم جزء تاني من الفوم البنك وهبتدين انا نثبته على الجزء اللي من فوق مش هغلفه كله اللي هو الجزء اللي فيه الغطة ده سبت كده جزء حوالي 2 سنتي وهبتدين بقى غص جزء صغير من الفوم بلون ابيض او ممكن لون بيج ممكن اللون الفضي اللي احنا مستخدمينه ده وهبتدين انا نقص نص دايرة وهنخلي مقاسة كبير وبعد كده هبتدين انا اثبت الجزء ده عند الفوم من فوق على الطرف كده ببتدين انا امشي على الجزء اللي فوق ده طبعا احنا مستخدمين الفوم من عند الدوران نفسه مش من الجزء اللي هو السابت او الجزء اللي هو السليم لا احنا هنثبته من عند الدوران وبعد كده هبتدين انا اشيل زيادات أقص بقى زيادات اللي عندي دي كلها طبعاً إحنا عايزين شكل الأورطوس أو سن الألم ده وهنا بتيدي أستخدم هنا جزء صغير تاني من الفم الأسود وأثبته فوق دايماً الأشكال دي بتغطف الأولاد شوية فهنا بتيدي إحنا نزين كده تزيين بسيط هبتيدي أثبت سن الألم من فوق باستخدام الفم الأسود وبعد كده هبتيدي أنا أستخدم هنا الستان هستخدم هنا الستان عشان ندالي شكل فوصل اللي إحنا مغلفين بها الفم هثبت كده اللون الأبيض هيدي شكل حلو معنا وهستخدم كمان دايريتين من الفم الأسود ودول هنعملهم على شكل عيون وهستخدم كمان جزء صغير من الفم البين وبرضه شرية كده من الفم الأسود عشان نكمل شكل المقلمة هنعمل شكل كيتي بكل سهولة سهل جداً مفوش أي حاجة كمان استخدمت هنا رجاجو هبتيدي إن أنا أستخدم كمان الفورشة يعني عشان يدي شكل كمان أحلى معنا وهستخدمها بقى بالشكل دا كده كمقلمة حلوة جداً دي لبيسة أو شكل كنا عملنا مع بعض ممكن إحنا نخلع اللبيسة عادي جداً ونخليها جوه المقلمة وتخلي الألم واحده فكرتها وسيطة وسهلة جداً وكمان شكلها حلو وكمان غير مكلفة مصدقوني المقلم اللي بتبقى معمولة بعلب الشامبو أو علب الشوار بتبقى حلوة جداً وكمان تقيلة وتستحمل مع الولاد حطوا بقى ليك للفكرة الأولى وتعالوا نشوف الفكرة التانية الفكرة التانية هستخدم فيها ورقة فوم واحدة وهستخدم كمان سوستة زي ما احنا شايفين كده هبتيدي إن أنا أخلي سوستة دي في نص الورقة بتاعة الفوم سبتيثي أحط شامع كده على طرف السوستة وبسبت عليها الفوم كده من أول نحية وبعده هبتيدي إن أنا أسبت الفوم من الناحية التاني سبتيث لكمان شامع بسيط على طرف السوستة وبابتدي إن أنا أسبت طرف الفوم تمام بالشكل ده كده وهنخليها في نص بالظ Elise بالظبط يكون أصى بعض عند زيادة في سوستة من الناحيةMM هبتدي اقصى سألوها بعد كده على نحية التانية وبعد كده هبتدي ان انا اخلي بردق السوستة في النص بقفلها ومش هوصل للاخر هسيب كده حوالي 5 سمتي دول مفتوحين في السوستة وبعد كده هبتدي ان انا ايجي من عند النص بالظبط وحط كمية شمع كده تكون كويسة مش بقفلها لحد الاخر بس بكده مسافة حوالي 1 سمتي من الطرفين دول مش بحط فيهم شمع بقفلها كويس جدا واستنى عليها لحظات لحد ما اتأكد ان شمع نشف معي وهيجي بردو من عند الجنب التاني وبردو نفس الكلام هبتدي احط كمية شمع كده على الجنب بس مش هيجي من عند الطرف كده وحط شمع بس بردو مسافة حوالي 1 سمتي المسافة اللي سبتها دي هبتدي ان انا اقصها كده يعني مش هخليها كبيرة قوي يعني يدوب حاجة بسيطة هتبقى تقريبا حوالي نص صنتي اللي ببتدي ان انا اقصه وده من 4 جوانه وهتنيها على شكل مسلس وبردو ان احط كمية شمع كويسة وبعد كده بقفلها كويس جدا واستنى عليها لحظات لحد ما اتأكد ان شمع نشف معي عشان تتقفل معي كويس جدا ومتفكش ونفس الكلام بردو من الجنب التاني وبردو من الناحية التاني هيبقى نفس الطريقة ببتدي اقفلهم كده بنفس الشكل وبعد كده هقلبها بقى على الوش الخطوة اللي عملها دي عشان تخلي معينا حجم المقلمة كبير وكمل عشان تندي شكل احلى هبتدي بعد كده ننعفل الصوصة طبعا كويس جدا وبعد كده هبتدي استخدم شريط تازين ممكن تستخدمي جبير ممكن تستخدمي ستان فوم اي حاجة متاحة بالنسبة لك استخدميه الفكرة برضو في التازين هنا لو انا مستخدمي حاجة غالية شوية ممكن انت تستخدمي المتاح بالنسبة لك تكلفتها بسيطة هي المقلمة كلها مش هتكلفك اللي ورقة الفوم هبتدي دلوقتي ان انا استخدم هنا بواقي من الفوم الاخضر وكمان الفوم الاحمر وده ورق ابيض عادي على فكرة الابيض ده ورق ابيض عادي قصت كده منهم دوير بأعجام مختلفة هبتدي ان انا اسبت الاول الجزء الاخضر بعد ما قصتها نصين بسبت كده الجزء الاخضر الاول وفيه الابيض وبعد كده الاحمر زي ما احنا شايفين كده وبعد كده لو فيه اي زيادات بابتدي اقصر استخدم بعد كده الالام الاسود وهبتدي ان انا نقط كده في اللون الاحمر كده نقط بسيطة عشان تدي معانا شكل البطيخ الدايرة الواحدة هتعمل معاك بجزئين وهبتدي ان احنا نعمل كده اكتر من الدايرة وهبتدي اوزعها على المقلمة الاجزاء اللي استخدمتها دي بواقي فوم وحبيت بس ان انا نعمل بها شكل بسيط وكمان يجوم مختلف وفرح الولاد هبتدي كده اسبت الاجزاء دي كلها حوالين المقلمة من الناحيتين وبعد كده هبتدي بقى ان انا استخدم المقلمة بوصها تشيل معانا كمية الوان وقلام كتير جدا وكمان الاستيكر الملون ده هتشيل معاك حاجات كتيرة جدا وكمان فكرتها بسيطة وسهل بيكون موجود برضو في المكتبات استيكر كده على شكل اموشان لو انت مش حابة تستخدمي الشكل اللي احنا عملناه من الفوم ممكن تزينيها باي اشكال كده بسيطة فااستخدم بال contaminated هو وكهstock الاستفادة هوداء حسنا فااستخدم بعد كده آلام البورد وهفتدي احدد معاسها في 5! سنتيميه من الواية فا احدد الجزء ده الاول وبعد كده هبتدي ان انا ابصره بالقطا هستخدم هنا كالكارتون تقيل شوية عشان يستحمل معانا وكمان الفكرة يتطلع معانا حالما كده بدأت ان انا اقصي القوص اللي حدته و ع�로 هبتدي بعد كده ان انا استخدم جزء اخر من كارتون تقيل بحط كمية شامع كده على الطرف وببتدي أقفل ناحية واحدة من الكرتون وابدو الجزء التاني هبتدي أقفله من ناحية واحدة وبعد كده بقص زيادات الكرتون دي كلها هستخدم بعد كده باواي أميش وهبتدي أغلف الكرتون دي باستخدام القميش من وصها بس مش عايزة أغلفها كلها بنفس القميش وبعد كده طبعا دي برضو باواي أميش يعني انت ممكن تستبدليها بأي حاجة استيقر أو أي حاجة موجودة عندك مش عارض الحاجة اللي أنا باستخدمها هبتدي بعد كده أنا أغلف الجزء ده كويس جدا وزيادات القميش بابتدي أقصها بأفل الجزء ده من الجنب وبعد كده لو في عندي زيادات من القميش في الجزء اللي من تحت وبابتدي إن أنا أقص كده أصوات بسيطة وبتنيها على ناحية تانية عشان نغلف طبعا الجزء الكرتون ده كله كويس جدا هقص بباردو دايرة تاني من القميش وبابتدي إن أنا أغلف الجزء اللي من تحت اخفضي لصغير من نفس الضغن القماش كمان استخدام القماش الخيش, اخفضي القماش الخيش الاخضان القماش الخيش سيدي معنا شكل حلوي جدا في الاخير يغلق الكرتون جدا في استخدام القماش بعد ذلك عندي زيادات ويأتنيها على داخل يقص قصات قصت بسيطة ونأتني زيادات كلها على الناحية الثانية كمان تغلق الكرتون كثيرا استخدمت قماش الخيش لبيتي اخفضي أخفضي شكل أحلى هتلاقوا هنا شكل الفكرة كمان مختلف والمقلمة شكلها حلوة جدا تنفع للبنوتات الكباب شوية هنبتدي دلوقتي نحن نقص الزيادات دي كلها بشكل قصات كده بسيطة ونتني الزيادات دي كلها على جوه مش هنشلها هنخليها زي ما هي وبعد كده هستخدم خيط المكرمية وهبتدي ان انا ازين بيه الاجزاء اللي من فوق هبتدي كده ازين تزيين بسيط باستخدام الخيط برضو عند نص القمش كده ومن الجزء اللي من تحت هستخدم بعد كده رول كارتون تاني وممكن يكون اقل شوية في السماكة يعني مش لازم يكون تخين او تقيل شوية هبتدي كده ااخد جزء من الرول ده هو عارض شوية وهبتدي ان انا اشيل منه الزيادات اللي انا مش عايزاها وبعد كده هبتدي ان انا احدد المقاس اللي انا عايزاها هنثبت الجزء ده جوه الكارتونة صويرها بعد ما غلفناها كويس جدا وبرده زين تابقة المكرمية هبتدي احط كمية شمع كده تكون كويسة من جوه طبعا احنا هنا بنزود في الشمع عشان ادي معانا نتيجة حلوة وبعد كده هبتدي ان انا اسبت اللول او الكارتون ده من جوه لو في عندي زيادات ببتدي برضو ان انا قصها لحد ما بوصل المقاس اللي انا عايزاها بسبت الكارتونة كده وبقفلها على بعضها وهستخدم كمان هنا باجة على شكل وردة هدي شكل حلو جدا هنسبته كده على قمش الخيش نستخدمها بالشكل كده كم المقلمة متاة take отları وتاخد برضو كمية الوان معاناة هلو جدا فكرتها بسيطة وسهلة وكمان متينة وتقيلة برضو فكرتها بسيطة وسهلة واستخدمنا برضو خامات موجودة عندنا في البيت الحاجة اللي مش موجودة عندك ما تستخدمهش يستخدمي بس اللي موجودة عندك كمان ممكن نستخدم علبل ال buen شومبو وعمل مقلمة بشكل بسيط وسهل جدا وكمان غير مكلفه هنستخدم علبة شامبو بحجم كبير و هبتدي ان افصل الجزء من تحت الغطة سبت مسافة حوالي 3 سنتيه و فاصلت الجزء باستخدام القطر هستخدم بعد كده سوستة أو سحاب و هبتدي ان اثبتها على طف علبة شامبو من فوق لو في اي زيادات في السوستة ببتدي ان انا اشالها هاخد الجزء الثاني من علبة شامبو و ببتدي ان اثبت نحية ثانية من السوستة عليه احنا كده شلنا زيادات من السوستة من الجنبين ثم اثبت باقي السوستة على ناحية ثانية من علبة شمب وقص أيضا زيادات وقفل السوستة جيدا سأخذ جزء صغير من الفوم وثبت حطة صغيرة على العلبة المنبرى من مكان فتحة السوستة ويثبت حطة ثانية من الفوم من جو استخدم جزء من الفوم الأحمر وثبت على علبة شومبو من تحت بداية من عند السوستة لكنها بعد فتحة وقفلت السوستة ثم أثبت الفوم ثم أثبت مسافة حوالي 4 سنتي من العلبة من تحت من الفوم الأحمر سأثبت بس الجزء الأول وبعد ذلك سأستخدم لون تاني من الفوم سأستخدم هنا لون الأخضر وسأثبت هذا الجزء عند العلبة شومبو من تحت يعني سأستخدم لونين كده لكي نطلع في الآخر شكل حلو وزيادات من الفوم سأستخدم لون قصة الفوم يكون موجود في المكتبات ويكون سعر مشغالي خالص ممكن تستبدليه بالقماشة سأستخدم بعد ذلك جزء من الفوم ويغلف العلبة من تحت سأقص بعد ذلك الزيادة الخطوات بسيطة وسهلة ولكن سأكذي فيها لكي تطلع معك النتيجة حلوة سأستخدم جزء ثاني من الفوم الأحمر وسأثبتها عند الجزء العلبة من فوق وليس أغلفها كلها سأستخدم حوالي 2 سنتي وليس أغلفهم وهستخدم بعد ذلك طبق مدور أو ممكن استخدم صنية كما نرى وهستخدم كمان الفوم الأخضر وسأستخدم شكل الدورام من عند طول الورقة كلها سأتنيها بالشكل لكي نقص شكل الدوران وبعد ذلك سأخذ الدوران من عند شكل دايرا نفسها شكل الدوران نفسه وسأثبت الجزء باستخدام الشمع وسأضع كمية الشمع على طف الفوم من فوق وسأثبت هذا الشكل لكي نقص شكل جدا لكي يأخذ معنا شكل مظبوط سأخذ من عند الطف وسأقفل الفوم على بعض سيبقى عندي ذيادات سأبتدي أن أقصها نحن نأخذ الشكل فعشان كده بدأنا أن نقص الشكل الدوران بس خليناه في المقاس أكبر شوية لكي يأتي معنا نتيجة مظبوطة سأقفل بعد ذلك الجزء من فوق وسأستخدم ستان أبيض وسأثبته عند الفواصل سأدي معنا شكل أحلى ممكن تستخدمي هنا فوم لامع يعني عشان يقصر معاك الألوان وسأستخدم هنا الفوم الأسود وسأقص شكل اللباية بتاعت البطيخ طبعا هو شكلها كده ظهر أكتر وسأقص كده أكتر من جزء وسأقص جزئين تاني من الفوم الأسود وسأقص شكل عنين أو شفايف باللون الأحمر من الفوم وسأقص جزء تاني من الفوم الأسود وسأثبته فوق لكي يكون شكل سن الألوان وبكل سؤالها تستطيع أن تعملي مقلمة على شكل بطيخه كمان من علبة شامبو قديمة أو فضي أتمنى فيديو النهاردة أكمان أعجبكم السلام عليكم